بسم الله الرحمن الرحيم مقرر الكيم الكهربية كيم 233 الوحدة التاسعة السلسة الكهروكيميائية ومعادلة نيرنست هناك علاقة بين التغير في الطاقة الحرة ودرجة الحرارة وتراكز المتفاعلات والنواتج وهذه المعادلة تمثل العلاقة المذكورة آنفا دلتا جي غير القياسية تساوي دلتا جي القياسية زايد 2.303 ضرب R هو ثابت الغاز ضرب T درية الحرارة المطلقة Log تراكز النواتج على المتفاعلات وكل تركيز مرفوع لقوة هي عبارة عن النسبة المولية في المعادلة الموزونة إذا قسمنا كل حد من هذه الحدود على –NF نحصل على هذه المعادلة وهذه المعادلة تسمى معادلة نيرنست لأن أول من استنتجها كان هو العالم والتر نيرنست في نهاية القرن التاسع عشر هذه هي نفس المعادلة معادلة نيرنست إذا عوضنا عن درجة الحرارة بـ 298 كولفين وR ثابت الغاز قيمة 8.314 وF ثابت فردي قيمة 96500 إذن القيمة هذه تصبح تساوي 0.059 تكسيم N وN هو عدد الإلكترونات إذن الصورة النهائية لمعادلة نيرنست تصبح هذه الصورة ومن هذه المعادلة نجد إذا كانت تراكيز المتفعلات والنواتج تساوي الوحدة يعني تساوي 1 فإن الجزء اللوغاريزمي هذا الجزء يسمى الجزء اللوغاريزمي بالكامل سوف يساوي 1 إذن log 1 يساوي 0 بالتالي كل هذه القيمة سوف تساوي 0 إذن جهد الخلية غير القياسي سوف يساوي جهد الخلية القياسي فيما يلي ملخص لأهم القوانين اللي ذكرناها في الوحدة التاسعة جهد الخلية القياسي يساوي جهد الكاثد القياسي ناقص جهد الأند القياسي وجهد الخلية عند أي ظروف يعني غير الظروف القياسية عند أي درجة حرارة غير 25 درجة مئوية وإذا كانت التراكيز غير 1 مولاريتي إذن نحسب جهد الخلية عند أي ظروف بواسطة معادلة نيرنست طاقة جيبس الحرة القياسية تساوي ماينس نف نود وإي نود هي الجهد الخلية القياسي أما طاقة جيبس عند أي ظروف تساوي ماينس نف بدون نود ودي هي الجهد الخلية غير القياسي وتوجد ملاحظة هامة أن تراكيز المواد الصلبة وتراكيز الماء دائما يساوي الوحدة ولا يدخل في معادلة نيرنست بذلك ننهي هذا الدرس ونواصل في شرح مقر الكيمية الكهربية في دروس لاحقة ترجمة نانسي قنقر